حقوقي جمع ما بين دراسة الحقوق والعلوم القرآنية والدينية وتدريسها يرى في القرآن الكريم أصلاً لكل العلوم والمعارف الإنسانية إنساب عشق القرآن الكريم عبر أذنه إلى قلبه واستوطن فيه من إيران رحبوا معي بالمتسابق الدكتور مهدي تقيبور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له صنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً اللذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً ما كان محمد عباحة من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليماً وكان الله بكل شيء عليماً يا أيها الذين آمنوا انكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً هو الذي يصلي عليكم وملائكة أصبوا ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً تحيئتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً وأعد لهم أجراً كريماً والنبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإنه وسراجاً منيراً صدق الله العلي العظيم تلاوة استحوذت على قلوبنا وقلوب المشاهدين من المتسابق محمد رحمة الله تقفور شكراً جزيلاً لكم على هذه التلاوة ومنكم إلى عذوبة الأداء والتقييم والتقييم لهذا الأداء الشيخ محمد عصفور تفضلوا حياك الله أخي الحبيب وأخي الكريم مهدي رحمة الله أمتعنا صراحةً بتلاوته العطرة وهذا ليس بعجيب أبداً على قرائنا في الجمهورية الإسلامية في إيران وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الأصوات الطيبة أخي الكريم القراءة جميلة جداً ولا تخلوا من بعض الإشكالات البسيطة وهذا لأن القرآن يعلو ولا يعلى عليه غالب وليس مغلوب فهذا الشيء طبيعي أي إنسان بيؤدي لا بد أن يكون عنده بعض الهفوات البسيطة كان عندنا الغالب على المشاكل الحروف المتجاورة في التفخيم والترقيق تنتبهون لها مثلاً قدراً قضى قدراً مثلاً بعض الاختلاسات في بعض الحركات كان غالب أيضاً على المشاكل و مقادير الغنان مقادير الغنان لعننا هذا بسبب الجملة النغمية أو غيره ولكن بالنهاية المجمل العام القراءة جداً رائعة أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق حبيبي شكراً جزيلاً لكم نعم فضيلة الشيخ وهذا الهدف من هذه المسابقة هو تقييم الأداء وتصحيح المسار للوصول إلى الأرض صدقاً أستاذي والله ما جئنا لنقيم جئنا لنبني ونعمر نعم نستضل جميعاً تحت ضل خيمة القرآن ونتعلم معاً أحسنتم شكراً جزيلاً لكم الأستاذ عماد رامي تفضل حياكم الله أستاذ مهني ما شاء الله صوت جميل ورائع طبعاً الأصوات بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عودتنا على هكذا خامات ما شاء الله الصوت كان جميل والانتقال بين المقامات كان مضبوط تماماً بس ملاحظة بالجوابات انت تمتلك صوت له الجواب عالي لا تتكلف أكثر من اللازم وكل شيء تمام ما شاء الله شكراً جزيلاً لكم دكتور باسم بارك الله بكم بوركتم اسمكم ثلاثية جميلة مهدي ورحمة الله وتقي عناوين رائعة وجميلة من الهدى والرحمة والتقوى هنيعاً لكم وتلاوتكم أيضاً كانت ضاجة بالجمال والكمال هنيعاً لكم وبركتم شكراً لكم شكراً جزيلاً لكم فضيلة الشيخ عمر مهدي كما قال الدكتور باسم اسمع لمسمى هديتنا إلى جمال صوتك وإلى جمال تلوتك فكنت مزماراً من مظامر آل داود ما شاء الله حسنت أداءاً وأتقنت وكانت لي معرفة سابقة بك في مسابقات إيران الدولية فكنت رائعاً جداً بقيت على ذلك إن شاء الله ذلك الثبات وثواب ما تقرأ فقط بعض الملاحظات أحياناً تزيد في المدود لأجل الصغة النغمية كما ذكر الشيخ عصفور سابقاً فحاولاً تراعي في مقادير المدود الفرعية والطبيعية يكون تناسق وتجانس فيما بينها واللفظ في نظره كمثله بارك الله فيك بورك وأحسنت شكراً جزيلاً لكم السيد كريم موسوي ورأيكم بهذه التلاوة حبيبي مهدي وفقك الله التلاوة كانت ناجحة من حيث التنقيم وتكملت المقامات التي استخدمتها بتلاوتك تسيش ما دارناكونا خيلي خبط ممنونة شكراً جزيلاً لكم الحلو سيد حسنين الله يبارك فيك إن شاء الله شكراً جزيلاً يا حبيبي مهدي التلاوة جميلة جداً في كثير من محطاتها كانت ممتازة إلى أعلى حد لكن أكثر ما ميز هذا الجمال هي اكتمال المقامات من ناحية الأبعاد كمقام ومن ناحية الصوت أيضاً على الملاحظة الصغيرة التي تفضل بها أستاذ عماد التي تكلف بسيط ولكن أمكانية أعلى من ذلك يعني ممكن إن شاء الله تعالى لو تأهل المرحلة القادمة ممكن يؤدي بدون هذا التكلف ولكن كمقامات ثلاثة مقامات متكاملة وبالإضافة للي يمتلك عادة الجوابات العالية قد يفتقر قد يفتقر إلى القرار المنخفض هو أتى أيضاً حتى بالقرار العميق فبالتالي ثلاث مقامات متكاملة ومن ناحية الصوت ما شاء الله ويمتلك أيضاً إمكانية التحرير أو العرب الصوتية حتى في الجوابات وحتى في الوسط فمناطق صوتها كلها سليمة ونتمنى على الموفقية إن شاء الله تعالى إذن ننتظر من إن شاء الله الإبداع آخر في تلاوة قرآنية في حال تأهلكم إلى المرحلة النهائية شكراً جزيلاً لكم الحقوقي والمتسابق محمد رحمة الله تقفور شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم تفضل